بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن حبل الله المتين والنور المبين ربيع المؤمنين وبستان العارفين وشفاء صدور أهل البلاء وهدى ورحمة للمتقين رافع في الدرجات وشفيع لأهله في المواقف والكربات أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وتلاوة القرآن روحنا في السماء وذكرنا في الأرض وكان سلفنا رحمهم الله في تلاوة القرآن لهم شأن عجيب فبعضهم كان يختم في كل شهر وبعضهم كان يختم في كل عشرة أيام وبعضهم في كل ثماني ليال والأكثرون في كل سبع وكان بعضهم يختم في ست وخمس وأربع وكثير منهم كان يختم في ثلاث وبعضهم كان يجتهد في رمضان فيختم كل يوم وليلة ومن الذين اشتهروا بهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وثابت البناني وآخرون وكان ابن محيريز رحمه الله يختم في كل سبع وعلق ما يختم كل خميس وكان من الأمراء والخلفاء مع انشغالهم يختمون في كل سبع أيضا وختم أبو بكر بن عياش ثمانية عشر ألف ختمة في زاوية من بيته وقال لابنه يا بني لا تعصدها في هذه الحجرة فإني ختمت القرآن فيها ثمانية عشر ألف ختمة وختم أبو الفضل الخمقري في الأربعين الأخير من عمره أربعة عشر ألف ختمة وختم عبد الله بن إدريس في بيته أربعة آلاف ختمة تلاوته تزيل الهم عنه وتملأ قلب سامعها يقينا هو القرآن للأرواح روح يجددها ويملأها حنينة ليس تمله الآذان مهما تلوت وزدت منه السامعين وتلاوة القرآن في رمضان إنها بحق عبادة عظيمة كما قال ربنا سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كان عبد الله بن سعود رضي الله عنه يقرأ القرآن في الجمعة إلى الجمعة وفي رمضان يختمه في كل ثلاث وكان القتاذ يختم في سبع وفي رمضان كل ثلاث فإذا جاء العشر ختم كل ليلة ومالك رحمه الله لا يتشاغل إلا بالقرآن في رمضان ويقول هذا شهر القرآن كان البخاري من أول ليلة يصلي بأصحابه فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال ويكون ختمه عند الإفطار في كل ليلة في الأواخر وكذلك الأسود بن يزيد رحمه الله يختم في رمضان كل ليلتين قال خالد بن دريك كان لنا إمام بالبصرة يختم بنا في شهر رمضان في كل ثلاث فمرض فأمن غيره فختم بنا في كل أربع فرأينا أنه قد ضعف وشأن السلف في هذا عجب عجب وكانت تلاوتهم في رمضان بهذه الكثافة رمضان شهر القرآن ويطعمون معه الطعام وكان التهيئ لرمضان من شعبان حتى كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء ويقللون من انشغالهم فيه وينكبون على المصاحف ولم يكن هذا منهم عن التفسير والمعنى ببعيد بل كانوا يدركون المعاني وما اجتمل عليه القرآن من المواعظ ويحركون به القلوب ولسان الحال يقول ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي لو قررنا بحالنا نحن متى نختم وفي كم نختم وماذا نفهم مما نختم وهل نقرأ يا ترى قراءة صحيحة؟ أيها الأخوة والأخوات نسمع أحيانا في بعض المجالس أمورا مضحكة عندما يقرأ بعض الناس نجد أخطاء شنيعة في قراءاتهم تغير المعنى ولح جلي فهذا يقول فلا تميلوا كل الميلي فتذروها كالملعقة وهي فلا تميلوا كل الميلي فتذروها كالمعلقة وهذا يقول قيل يا نوح اهبط بسلم منا وهي اهبط بسلام منا وهذا لا يعرف أن الأحرف في أول السورة تقرأ حرفا حرفا فيقول ألرت لك وهي ألف لامراء تلك ونحو ذلك من الأخطاء الفاحشة التي تعتبر مع كتاب ربنا مع القرآن تقصير شنيع بحق القرآن والآخر يقول ما خلقكم ولا بعثكم والآية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة فماذا فعلت في المعنى في هذه الحالة والذي يفهم خطأا أيضا كثير فهذا يقول بلغ من شأن العلماء أن الله يخشاهم معاذ الله لأنه يفهم أن قوله إنما يخشى الله من عباد العلماء أن الله هو الذي يخشى مع أن العلماء هم الذين يخشون والله لفظ الجلالة مفعول به مقدم والعلماء فاعل مؤخر لكن من الذي يفهم هذا فلا بد أن نعود إلى ضبط تلاوتنا ومعرفة تفسير كلام ربنا وخصوصا في شهرنا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يتوب علينا وصلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر